اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية دعم مملكة البحرين المبادرة الفرنسية للسلام ولكافة الجهود الموجهة لحل القضية الفلسطينية وتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي توفر إطارا عادلا وشاملا للحل جاء ذلك في كلمة معالي وزير الخارجية خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للسلام الذي معقد اليوم في باريس بالجمهورية الفرنسية حيث أعرب معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة عن أمله في أن تفضي جهود السلام الحالية إلى حل الدولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب وإنهاء الاحتلال من كافة الأراضي العربية المحتلة ورحب معالي وزير الخارجية بتبني مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2334 الذي يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبا معالي المجتمع الدولي الالتزامة بحل الدولتين وبمبادرة السلام العربية ومواصلة الجهود من أجل إلزام الجانب الإسرائيلي بجميع مقتضيات عملية السلام لكي ننجح في تحقيقه والوصول إليه قريبا حتى تهنأ دول وشعوب المنطقة بأمن دائم وسلام مستقر وتقدم معالي وزير الخارجية بالشكر والتقدير إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة لما تبذلهم جهودا طيبة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر